طيب خلني أقول لكم بعض الأخبار كده عن الزمالك وبعدين هنتكلم على الأهلي واستعداداته للتراجي نادي الزمالك بعد انتهاء المباراة برح وطبعا الاحتفالات يعني حيبقى فيه قرار كده حيتم إعلانه خلال الفترة القادمة اللي أقول لكم دايما الحاجات اللي هي لسه حيتم الإعلان عنها هيبقى فيه الفترة اللي جاية تمديد عقد جامز مدرب نادي الزمالك مدرب نادي الزمالك جامز حيستمر مفروض هم يعني بنهاية الموسم بيبدأوا يجددوا عقده أو يمددوا عقده لكن لا بعد الفوز بالكمفيدرالية خلاص إدارة الزمالك خدت قرار هيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة بتمديد عقد جامز مدرب نادي الزمالك وزيادة مرتبه انهما بياخد خمسين ألف دولار في الشهر هيزوده مرتبه طبعا بعد فوزه بيه الكمفيدرالية الأفريقية وفيه بند كده كده في عقده جامز انه هو لو خد الكمفيدرالية عقده يتجدد تلقائي ولكن كان مفروض الكلام ده في نهاية الموسم الزمالك هيسبق الموضوع ده وحيجدد له العقد خلال الفترة القريبة القادمة انتوا عارفين طبعا نادي الزمالك عنده مباراة في الدوري يوم الخميس القادم إن شاء الله طيب ناس بتتساءل الزمالك موقوف القيد موقوف فالنهاردة الاتحاد الدولي لكرة القادم الفيفا أعلنوا إن سبب إيقاف قيد نادي الزمالك وهو مبلغ بسيط كان المساعد بتاع فريرا اسمه روي أجواش ليه مش عارف 27 ألف دولار حاجة زي كده أو 27 ألف يورو فتم إيقاف القيد مش قصة باتشيك ولا قصة خالد بطاية ده روي أجواش المدرب المساعد اللي كان مسك مع فريرا في نادي الزمالك ليه أعتقد 27 ألف دولار فكان اشتكى نادي الزمالك فالاتحاد الدولي وقف القيد لنادي الزمالك لمدة 3 فترات بسبب الرقم أو مستحقات روي أجواش الزمالك حيدفع الفلوس ما فيش مشكلة خلال الساعات القادمة الزمالك حيدفع الفلوس ويفك القيد مرة أخرى طب الناس بتقول طب إيه مال إيه قصة خالد بطاية وإيه قصة باتشيك ولأ لسه الحاجات دي إحنا في مراحل يعني الاستقناف ولسه ما فيش حكم نهائي بالحاجات دي فالزمالك لسه قدامه وقت أعتقد لغاية شهر 7 عشان يقدر يتعامل في موضوع خالد بطاية وموضوع باتشيك لكن الراجل اللي انتو شايفينه في الصورة ده روي أجواش ده كان عمل شاكو ضد الزمالك 27 ألف دولار أو 26 ألف دولار الزمالك هيدفحهم وحيرجع القيد مرة أخرى